أنا أذكر في الباكستان زرت هذا الشيخ إلياسة القادر عنده قرابة عشرة ملايين طالب قرابة عشرة ملايين طالب لما دخلنا بيته وقعدنا عنده قام هو يخدم الضيوف بنفسه سبعان أبو حفظ والله تقول له الحفظ قوم أنت اخدوم الشيخ وانت أعاد أمبراطور قوم أنت تحرك والله قام بنفسه عنده قرابة عشرة ملايين طالب وقام بنفسه وهو يصب الطعام هكذا بيدي القدر وكب جاء يقوم ويصب الله هذا انتهى صحنه يصب له يلا 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 لا إله إلا الله يخافون عليه من أعداء الإسلام لأنه أرادوا أن يقتلوا عدة مرات قتلوا عدة من طلابه لأنه كن بزي واحد نعم زي في اللحي وفي العماء كله زي واحد فيظنون هذا الشيخ إلياس قوسه طلعه مو هو أبدا فيخافون عليه فعليه حراسة وترتيبات مثل الملك فلما دخلنا شو سيدي من مكان لمكان وأجهزة أمنية والسرديب كنا نظمنا ولها ندخل مكان شو سيدي وعرش وكذا والله يا أبو حفص لما وصلنا إليه فإذا بعد هذا الدخول والتفتيشات والأجهزة أه دخلنا غرفة فوجدنا عجلا عمريا كسيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه جالسا على الحصير على الأرض يلبس قميصا هكذا من غير كين نعم كل تواضع وهكذا يحني رأسه تواضعا وانكسارا لله ويتكلم ويبكي خجوع خضوع أدب لا إله إلا الله هذه الزيارة تبقى معك هذه الزيارة منذ ثلاثة عشر عاما إلى الآن أذكرها كأنه أمام والله يا جامد أدب تستفيد من صحبة زيارة الأولياء وهو يقوم وهو يخدم الله أكبر الله أكبر عندما تمشي سيارته في كاراتشي المسلمون يخرجون من محلاتهم ويقفون إجلالا له قالوا سيارة مصفحة ضد الرصاص يركبون فيها ننظر من النوافذ هكذا الأم لكل تقوم إجلالا له ذل وانكسار لا إله إلا الله لما كنا في بيت أحد تلاميذتها ده قال له أبو كامران نعم جاءت بنت لدي وسلم عليه ها بنت صغيرة يعني عمرها خمس سنوات تقريبا وهي إلى السوادي أقرب والله ما نظر إليها والله ما نظر إليها وانا الفلتاني اللي احنا أصيب بها بعض طلاب العلم بعض المشيخين جي صبيع عمر 13 سنوات تسلم سلم عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر